مرحبا فتون خانو في عندي أخبار مهمة لإلك كنت عم بستنى تليفون حضرتك طمني شو صار فتون خانو طلع قرار الوزارة بخصوص وضع الطفل إسماعيل ووضعكم يعني الموظفين طلعوا من عندك وبصراحة ما كانوا مبسوطين أبدا وحسب المادة 485 من القانون المدني قانونيا في حال عدم وجود أي ظروف مناسبة عند الأوصياء لتربية الطفل استاذ ممكن تحكي بطريقة أبسط لأفهم اللي عم تقوله لأنه بصراحة ما عم بفهم شي ليكي فتون خانو التفتيش الأول ما كان منيح أبدا وهلأ الوزارة رح تطبق عليكم تفتيش مشدد ورح يكون لأكتر من مرة وإذا تكرر الشي اللي شافوه رح ياخدوا الولد منكم كيف يعني رح يرجعوا يجو كمان؟ ايه فتون خانو بس هالمرة رح يجي موظفين أصحاب خبرة أكتر ورح يكون التفتيش دقيق ومتشعب فهمت أنا جاهزة امتى رح يجو لعندي؟ هذا الشي نحن ما بنعرفه ممكن يجو بأي يوم وبأي لحظة هنن ما حددوا أي توقيت معين لازم تكوني مستعدة لهذا الشي فتون خانو وكمان في شغلة إذا بيكون جان بيك حاضر وقت التفتيش بيكون أفضل طيب فهمت عليك شكراً كتير إليك يسلمه شو قال لك فتون؟ فتون ليش ادى يأتي؟ شو عم بيقول المحامي؟ قال لك إنه رح ياخدوا سمعوا ما هيك؟ رفيف إذا بتريدي أنت لا تتدخلي بتتذكروا اليوم اللي إيجيتوا فيه وكانوا عندي هون بالبيت؟ بسبب اللفضيحة اللي عملتوا قدامهم أنتوا والستها نادي كتبوا تقرير سلبي وإذا رجعوا أجوا مرة تانية وكتبوا تقرير سلبي تاني رح ياخدوا سمعوا مني وش بده يصير هلأ؟ رح يرجعوا يجول عنه قال لك إمتى؟ ما حددوا تاريخ معين يعني لازم نتوقع جايتهم بأي وقت وأنا لازم أكون موجود لهيك رح أبقاهون كيف؟ لا جان أكيد أنت جنت كيف إذا كتضل هون؟ مستحيل أقبل ما بدي موافقتك إذا بدي ضل سامعوا أمانة برقبتي وما رح أتنازل عنه وراح أضل جنبه كمان جان أكيد ما رح يجو بنصاص الليالي يعني بتقدر تيجي الصبح رفيف ما عاحق اللي عم تقوله مظبوط إذا صار أي شي باتصل فيك فورا لا مستحيل أنا ما فيني جازف بهذا الشي أنتوا عادين بمكان بعيد ممكن أعلق بزحمة سير أو سير معي شي مشكلة لما يكونوا هون وما قدر إيجي جان أنت ما فيك تضل هون أهلي ناطريننا ولسا بدنا نمرق لعند أهلك يلا قوم ومراد فتون لعزم يضلوا لحالون أكيد بدون يحكم بمواضيع خاصة يلا خدي فتون إذا صار معك أي شي اتصلي وخبريني ماشي بخبرك معنات فتون ومراد رح يتزوجوا بنص عرض الزواج برم موبايل فتون وبيخرب هاي اللحظة كنا مفكري رح يخطبوا بالأول بس طلعب دويت زواجه فورا بس فتون متل ما شفتي ما قالت له إيه كيف؟ فتون لسا ما قالت له أي على العرض اللي قدمه مو مبين لسا إذا رح توافق عليه ولا لا انت لوين بدك توصل جان ما بدي أوصل لمكان هي لسا ما جوابته برأيي انت شفت وقتناعت بالشي اللي انت حابب تشوفه لا مو هيك القصة نهائيا موراد عرض عليها الزواج وهي ما جوابته صح ولا لا انت لا تقلق هلا أكيد بيكون أخد الجواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر